اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اتعادة السيطرة على الوضع والطريقة الوحيدة للقيام بذلك كانت تقييد التواصل الاجتماعي سيكون من الصعب جدا ابقاؤها تحت السيطرة الى حين ان يتم توزيع اللقاح وآلنت حكومة بوريس جونسون مساء السبت عن اعادة فرض الاغلاق في لندن وجنوب شرق انجلترا وجزء من شرقها ما اجبر اكثر من 16 مليون شخص على البقاء في منازلهم والتخلي عن اللقاءات العائلية التقليدية لعيد الميلاد وتم اغلاق المتجر غير الاساسية وحظر الصفر خارج تلك المناطق سواء للذهاب الى اي منطقة اخرى في المملكة المتحدة او خارج البلاد كما اغلقت الحانات والمطاعم والمتحفة واضف هانكوك انه تحدي كبير حتى نوزع اللقاح على السكان هذا ما سنوجه خلال الشهرين المقبلين